السلام عليكم اليوم الثاني عشر من نيسان الفين وثاني وعشرين عقد اجتماع مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية ترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجرت فيها جملة من الحوارات والنقاشات وايضا بالتأكيد القرارات وفي مقدمة هذه القرارات ما يتعلق بمواجهة الاسعار التي ترتفع كل يوم كان هناك قرار اخذ او اتخذ من زاوية نظر اجتماعية تلبي حاجات الناس وطالما اتخذ مجلس الوزراء قرارات تواجه غلاء الاسعار خاصة في الايام الاخيرة وسادع هذا القرار الى السيد عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ليصلط الضوء عليه في نهاية هذا المؤتمر على نحو مفصل واذهب مباشرة الى بعض مجريات الاجتماع هذا اليوم تحدث فيه السيد رئيس مجلس الوزراء عن جملة من القضايا المهمة التي تتعلق بملفات عديدة يقف في اولويتها ملف الكهرباء هناك لجنة مستمرة في عملها تتعاون مع المؤسسات الحكومية للتهيئ لفصل الصيف القادم وما تعرفونه من ازمات احيانا نواجهها في ملف الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وفي الواقع هناك عمل حثيث في الحكومة وبالتأكيد في مجلس النواب النواب الذين يتحسسون حاجات الناس النواب المنتخبون من الناس بالتأكيد لديهم مسؤولية كبيرة ايضا في التعاون مع الحكومة التنفيذية من اجل مواجهة تحديات الكهرباء وقد الفنا ذلك في كل مرة ايضا كان هناك توجيهات فيما يتعلق بالوضع الامني في العراق الاجهزة الامنية تواصل عملها في مواجهة المجموعات الارهابية التي تحاول في كل مرة ان تتصدر المشهد الاعلامي بعمليات هنا وهناك لكن الحكومة تواجه هذه التحديات وتقاوم وتلاحقهم هذه المجموعات الارهابية المجرمة كان هناك ايضا في الاخير توجيه للاهتمام بشكاوى المواطنين في الوزارات هناك اقسام معنية ومتخصصة في تلقي شكاوى المواطنين ولكن كان هناك اليوم حث للوزراء والمدراء والوكلاء وكل المسؤولين في الوزارات لضرورة الانصات الى المواطنين في شكاوىهم واخيرا كانت هناك في الديباجة امنية وتمني على القوى السياسية ان تتضافر جهودها من اجل عبور هذه المرحلة مرحلة ما بعد الانتخابات نحن بصدد انتظار الشعب العراقي بكامله ينتظر تشكيل حكومة جديدة وحتى هذه الحكومة الحالية تنتظر تشكيل هذه الحكومة ولذلك نتمنى على القوى السياسية التي لا تألو جهدا في هذا السبيل من اجل تشكيل هذه الحكومة الجديدة التي طال انتظارها منذ العاشر الشعب العراقي اوفى بالتزاماته والحكومة ايضا في ابرام الانتخابات والان نحن بصدد انتظار تشكيل هذه الحكومة فيما تعلق بالقرارات بسرعة مر عليها قبل ان نذهب الى قرار مواجهة ارتفاع الاسعار المالية كان لها تخويل هذا اليوم لصلاحية او منحها صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب هذا يتعلق باتفاق بين العراق ومجموعة من البلدان منها عربية مثل قطر ومنها اجنبية مثل سلوفاكيا ورومانيا والباكستان وسيرلانكا وايضا كان هناك تخويل لرئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية اعطي صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين تركيا والعراق في مجالات البيئة والادارة البيئية واخيرا كان هناك قرار لتمديد مدة سريان مذكرة التفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة النفط الكويتية لمدة سنة واحدة هذا امر يتعلق بالاتفاقات النفطية والتعاون النفطي والان ننصت الى تفاصيل ما اتخذ من قرار مهم حقيقة هذا اليوم يلبي حاجات الناس في مسألة مواجهة ارتفاع الاسعار مع السيد عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حضرنا الى جلسة مجلس الوزراء بناء على كتاب تم تقديمه من قبلنا من قبل هيئة المنافذ الحدودية من اجل مواجهة ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية والزراعية في اسوق العراقية كانت هناك استجابة سريعة من قبل الحكومة لكوننا قدمنا الكتاب يوم امس اليوم نحن في مجلس الوزراء لكون الحكومة سباقة في اصدار قرارات متعددة لمواجهة هذا الارتفاع قبل ما القي على حضراتكم القرار اللي تم اتخاذه اليوم اود استذكار بعض الفقرات والقرارات السابقة صدر مجلس الوزراء العراقي الموقر بتاريخ ثمانية وثلاثة قرار مجلس الوزراء المرقم الثانيين وسبعين لعام الفين واثين وعشرين نص هذا القرار على تصفير الرسوم القمورية وكذلك رفع حماية المنتج ورفع المواد الممنوعة من الاستيراد من اجل دعم السوق العراقية بالمواد الضرورية لحاجة المواطنين العراقيين الكراما ومن ثم تم تمديد هذا القرار من شهرين الى ثلاثة اشهر من خلال اصدار قرار اخر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ خمسة عشر ثلاثة نص هذا القرار على ان يكون مدة العمل الى ثلاثة اشهر اما اليوم وبعد تقديمنا هذا المقترح وبرعاية مباشرة من قبل السيد الرئيس الوزراء ومن قبل السادة الوزراء الموقرين تم التصويت على قرار الا وهو تعليق العمل باجازات الاستيراد لمدة ثلاثة اشهر لغاية الثامن من حزيران لهذا العام من اجل تسهيل عملية التبادل التجاري وكذلك دعم المستوردين والعاملين ضمن عملية التبادل التجاري بإدخال بضاءهم بدون اي قيد او شرط وهذا التعليق يأتي استكمالا للجهود الحثيثة اللي بذت الحكومة في دعم القطاع التجاري الزراعي في العراق وهنا اود الاشارة الى موضوع مهم طالما اصبح هناك لغض كثير عليه الا وهو عمل هيئة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة صدر قرار المرقم 84 لعام 2020 الفقرة الثانية من هذا القرار نصت على ان يكون العمل في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية على مدار 24 ساعة اذ هنا نؤكد على ان عملنا على مدار الساعة ولساعات متأخرة من الليل من اجل رفض السوق العراقية بالبضائع والسلع الضرورية لحياة المواطنين لا يوجد اي غلق لا يوجد اي منع لا يوجد حماية منتج اخرها تم التعليق اجازة الاستيراد من اجل دعم عملية التبادل التجاري ان الحكومة قريبة على المواطنين ومهتمة بالشأن العراقي بشكل كبير ونحن في هيئة المنافذ الحدودية سنكون واسطة خير لكافة ابناء الشعب العراقي لايصال صوت المواطنين والعاملين ضمن عملية التبادل التجاري الى الحكومة لاصدار القرار المناسب هذه كانت الفقرة الاولى الى وهي تعليق اجازة الاستيراد اما الفقرة الثانية من القرار فقد نصت على تشكيل لجنة عليا مهمة من الدوائر ذات العلاقة لمراقبة السوق العراقية ومراقبة الاسعار وتقديم كافة التسهيلات للعاملين ضمن التجارة ومن كافة المنافذ الحدودية وشكرا